توالت الهجمات على المصالح الأمريكية في كل من العراق وسوريا في الآوينة الأخيرة والردود الأمريكية أيضا وفي هذا الإطار سجل هجومان في الساعات الماضية واحد صاروخي على قاعدة حقل العمر النفطي أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا والثاني بقضيفة على حقل للغاز شرقي سوريا تتمركز فيه قوة أمريكية مع الزميلة كارولينا نصار نتذكر وطيرة هذه الهجمات مؤخرا مساء الخير كارولينا مساء نور سامي سلسلة من الهجمات استهدفت إذن القوات الأمريكية في سوريا والعراق مؤخرا أصابع الاتهام توجه للميليشيات المدعومة من إيران وتحديدا الحشد الشعبي يتم الربط بين الهجمات على القوات الأمريكية الأخيرة واستهداف أربعة من عناصر ميليشيات عراقية في ضربات أمريكية على الحدود السورية العراقية الشهر الماضي أحدث الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية وقعت في حقل جغاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي لكنها لم تخلف أي إصابات قبل أربعة أيام فقط استهدف ديبلوماسيون وقوات أمريكية في العراق وسوريا بثلاث هجمات صاروخية وطائرات مسيرة في العراق كانت قاعدة عين الأسد ضمن المواقع المستهدفة بأربع صواريخ أو 14 صاروخا مما أدى إلى تسجيل إصابات من بينها اثنان من عناصر القوات الأمريكية لا يعد الهجوم على قاعدة عين الأسد الوحيد خلال الفترة الماضية فقد تعرضت القاعدة لأكثر من هجوم من دون تسجيل أي إصابات التقارير العسكرية تكشف أن معظم الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية تمت باستخدام طائرات مسيرة وهو ما يثير القلق داخل العاصمة الأمريكية بشأن تطوير إيران ترسنتها من الطائرات المسيرة وإمكانية وصولها لحلفائها داخل سوريا والعراق وقد وصف البنتاكون الهجمات المكثفة على العسكريين الأمريكيين في العراق وسوريا بالتهديد الخطير سامي إذن كما ختمنا تقريرنا في واشنطن هناك تحذيرات من هذه المسيرات التي تمتلكها وتستخدمها ضد المصالح الأمريكية والجنود الأمريكية في العراق وسوريا الميليشيات الموالية لإيران وأيضا بحسب وزارة الدفاع الأمريكية فأنها يمكن أن تشكل تهديدا حقيقيا في المستقبل القريب نعم كارولينا تبادل الهجمات وهذه الرسائل بين الجانب الإيراني والأمريكي على كل من العراق وأيضا سوريا سيكون موضوع حديثنا في الساعة الثانية من غرفة الأخبار شكرا جزيلا لك شكرا سامي شكرا جزيلا لك